مما هو متاح بالنسبة لنا من بيانات وأرقام وإحصائيات حاولنا نتكلم الأسبوع الماضي على موضوع الديون تحديداً للرد على بعض الناس اللي كانت بتقول أنه أحباً أخلي بالك ده مصر هتعلن إفلاسها وقالنا الكلام ده هكسه أثبتناه بالأرقام والبيانات المصرية والدولية يوم الحد اللي فات الحقيقة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض أكتر من رائع ومتميز وكلنا كنا منتظرين هذا المؤتمر الذي أطلق عليه مؤتمر عالمي لإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الراهنة والرؤية المستقبلية وتعزيز دور ونشاط القطاع الخاص وإزاي القطاع الخاص يبقى موجود بشكل أكبر وإزاي وعرض ده دكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الخاص موجود ومشارك ويساهم في عملية التنمية وده تم عرضه بالأرقام والبيانات بشكل واضح جداً وخصوصاً الوضع الاقتصادي العالمي صعب يعني حتى دكتور مدبولي قال أنه النهاردة الخسائر بتقدر تقريباً بـ 12 تريليون دولار طب والأزمة للروسية الأوكرانية مستمرة ويعالم إلا هصل في الموضوع الفنلندا والسويد هنتكلم عنه كمان شوية في نهاية حلقتنا طب النهاردة لو روسيا قادت خلاص أوكرانيا شكراً مش عايزين حاجة تانية وقفلت الموضوع بالمفتاح ومشيت للأوكرانيا الدنيا تبقى تحلت لا مش في يوم وليلة لسه شوية بالمدى يعني هيبقى موجود إنما من اللي تم استعراضه هو موضوع الديون اللي عامل ألأ للبعض خلونا بس نفرق أنه في بعض النقاط كده الأساسية والرئيسية أي حد بيتكلم فيها عن موضوع الديون متخصص هيبقى فاهم هو بيتكلم عن إيه لما يجي يقول ديون لأن عمره ما يقول ديون بس أولا الديون دي بتتصنف إلى نوعين دين خارجي ودين محلي الدين الخارجي شيء والدين المحلي شيء البعد التاني أنه عمرك ما بتقول كلمة الديون كرقم في المطلق لازم تربطه بالنتج المحلي بمعنى أبسط كتير أنا رجل النهاردة فكرت أن أنا محتاج فلوس أستلفها لازم أشوف الفلوس اللي أنا هستلفها دي هو أن دخلي قد إيه هل دخلي يتحمل أن رد القرد ده بفويده ولا لا يتحمل؟ تمام هيخد الفلوس مش أنت اللي هتاخدها هيتوافق لك عليها من اللي هيمولك لو بتتكلم على بنك مثلا إنما لو دخلك نسبته للقرد ضعيفة يبقى هتتعثر روحوا بقى المنطقة تانية ودي مهمة فيه أنواع من الديون ممكن نطلق عليها دين خبيث ودين تاني ممكن تقول عليه دين حميد ناخد نفس نموذج الشخص على قد حاله ورايح إنه هو ياخد قرد هو وجاره هو وجاره X و Y ألف و B ألف رايح يقترد عشان عايز يعمل مشروع عشان يشغل الفلوس دي فتجيب عائد فمن العائد ده يرد القرد بفويده ويخلص بقى قرده بيبقى ايه تمام ممكن بعد كده يقرر إنه عايز يكبر مشروعه فياخد قرد تاني وهكذا بس به استراتيجاته مختلفة ده الدين الحميد به استراتيجاته مختلفة به الدنيا برضو مزنقة معاه بس ولا بيفكر في مشروعه ولا حاجة هو عايز يأكل ولاده فقرر إنه هو يستلف من الحد استلف من الحد إرشين أكل بهم ولاده طروا الإرشين ده الدين الخبيث لأنه مش هيقدر يرده ما عندهش القدر إنه هو يرده فهيطر يستلف من الحد تاني عشان الحد التاني ده ياخد منه الفلوس فيحاول بيه سد القرد الأولاني أو السلفة الأولانية اللي أخدها من الحد ويأكل ولاده وهتعثر مع التاني ثم التالت والرابع وهذه الدارة المفرغة اللي بتغرق فالمهم إنه أنت النهار ده كدولة بعض الناس تقول لك عمد إحنا مرسل ديون بتاعتنا هديدها بقت عاملة زي بتاعت زمان بس الزمان شيء ودلوقتي شيء أنت بتعمل حجم ضخم من المشروعات ليه؟ تنمية زراعية تنمية صناعية مشروعات قومية ضخمة كل ده بإذن الله فيه منه اللي بدأ يدر عائد وفيه اللي هيدر عائد فده اللي هتقدر بيه تسدد ديونك بشكل أفضل كمان بعد كده المربط الفرس في القصة عشان ما تبقوش قلقانين هل إحنا كدولة تعثرنا؟ حضراتكم عارفين حجم المليارات اللي خرجت من مصر على مدار الفترة الماضية لسد ديون محلية وأجنبية بفوائدها مليارات مليارات وانت بتتكلم على إمتى كورونا بقى والأزمة اللي قصدها بتاعت كورونا وبتاعه وعايز ان انت بيبقى عندك حصيلة عشان خدمة المساعدة اللي بتقدمها للناس والكلام ده كله وبتحافظ على السلع اللي لازم تفضل موجودة في خضم كل ده انت كمان كنت ملتزم بالسداد وده هذبطوا لحضراتكم بالأرقام تعالوا ناخد سريعا بس حجم المديونية في العالم اللي كان دكتور نصفة ممبولي تكلم عنها في العالم حجم الديون كان نسبة للناتج المحلي وصل إلى هذه النسبة 351% وهذه أكبر طفرة تحصل من 50 سنة في العالم ان حجم المديونيات توصل لهذا الحجم 303 تريليون دولار أمريكي حجم المديونية العالمية خلي بالحضراتكم من شيء سيبوا كده من 2000 بصوا القفزة بصوا القفزة في هذا الرسم البياني من 2009 ل2019 10 سنين المنحنة طفيف انما بدأ يشد امتى؟ زمن كورونا بقى معه دخلنا بعد كده في الحرب يعني بعده 2021 هتلاقي في بداية 22 برضو المعدل مرتفع ده جزء من الضغطة اللي احنا كنا بنشرح انه كورونا أحد أسبابها وما إلى ذلك ده واحد اتنين مصر هتيجي ببص على الدين الخارجي بتاعنا قد ايه؟ اجمال الدين الخارجي وتصنيفه لأن ده الدين الخارجي برضو عندك مقسوم إلى شقين شق دين طويل الأجل وشق قصير الأجل والطويل الأجل هو اللي بيمثل تقريبا 90% يعني بتدفع بالراحة واخد فيه تسهيلات قصير الأجل ده بتدفع فيه أو بترد القرد بفوائده بشكل أسرع وبالتالي النسبة الأكبر للدين طويل الأجل ده واحد اتنين الدين الخارجي المصري من حيث الحصة ده التصنيف بتاعه مؤسسات دولية سندات دول عربية الصين ألمانيا اليابان بريطانيا فرنسا أمريكا وما إلى ذلك برضو الجزء المهم اللي يجب أن نبص عليه متوسط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لو جئنا بصينا على الشرق الأوسط ككل 53% أمريكا اللاتينية 55% 34% اللي هي نسبة بتاعة مصر هي ليست نسبة خطرة هي نسبة آمنة يمكن حضراتكم في موضوع الديون الخارجية تلاقي الناس أكتر بتتكلم مثلا على القرد بتاع صندوق النقد الدولي هل تعلموا حضراتكم إنه احنا مش بنقترب من جهة واحدة بس على فكرة شوف كم جهة حاجة بتاع التمانية أو تسعة عندك البنك الأوروبي لإعادة الأعمار صندوق النقد العربي التنمية الإسلامي صندوق العربي لأفريقية للتنمية لأفريقية للتصدير والاستيراد الاستثمار الأوروبي البنك الدولي صندوق النق أي عمرامي أنت فرحان باللسة الطويلة دي هقولك لا طبعا أنا أتمنى أن إحنا وده الخطة محطوطة برضو من الدولة إنها تقلل من حجم الديون إنما كل مؤسسة من دول قبل ما تقرر أنها تطلع فلوس لأي دولة بتشوف وضعها الاقتصادي يتحمل فهيرود المحمد حدش منه وعايز يخسر الدولة دي هتتحمل تقدر أنها ترد هذا القرد بفويده والله أظروفها الاقتصادية كويسة هنطلع القرد لا ظروفها الاقتصادية ممكن تكون مقلقة نسبة المخاطرة فيها عالية ممكن نعلي الفايدة في نسبة مخاطرة تصل إلى حد أن الوضع الاقتصادي لا غير مستقر فدي تقدر تقول أنها شهادة من شهادات يعني بتقول أن الاقتصاد المصري يزروفه طيبة زي مثلا لما موضوع طرح السندات اللي هي سندات الساموراي وأن اليابان على طول دخلت فيها وإيه؟ يعني حتى النسبة تقريبا بتاعة الفايدة قليلة جدا ما كملتش 1% يعني تقدروا تقول أنه هو موضوع استثماري أكتر من أنه يعتبر قرد ده بيقول إيه؟ بيقول أنه الوضع مطمئن مش مقلق ضيفوا على ده أنه زي ما كنت قلت لحضركم من أسبوع اللي فات فيه عندنا مؤسسات التصنيف الاقتماني الدولية موديز فتش ستاندرد أمبورز بتقيم ظروف الاقتصاد في كل دولة واحد من معايير التقييم هل هذه الدولة بتتعطر فيه رد وديونياتها أو ديونها بفوائدها ولا لأ فبتبدأ تقول والله هنا دي هننزل التصنيف بتاعها أو لأ دي هنثبت التصنيف بتاعها أو ده هنحسن التصنيف بتاعها لما تيه بص على خريطة العالم وتلاقي اللون الأحمر اللي هو معناها أنه تم تخفيض التصنيف الاقتماني لهذه الدول اللي منهم روسيا ومنهم الهند ومنهم كندا ومنهم أغلب دول أملك أمريكا اللاتينية عادة البرازيل وبعض الدول الأفريقية لما تلاقي أن مصر معمولة بالأخضر أي أنها من الدول اللي تم تثبيت التصنيف الاقتماني بتاعها من الثلاث مؤسسات اللي كانوا دون هذا التصنيف من 2018 و2019 وإلى يومنا هذا تم تثبيت هذا التصنيف الاقتماني دي برضو شهادة أمان بتقول أن الحمد لله لوضع طيب فلا تتركوا أنفسكم لبعض الهبد لغة السوشيال ميديا اللي بيبقى ساعات موجود ورايح وجاي وقال لك عام يا أمري نحن الدنيا بايزة خالص نحن بص الديون مصلت لفين أنت عارفها يا مصر عندها ديون قد إيه ثم أقل له أيوة دي بقى كان نسبة لنتج المحلي إيه وبقى أنا قل له ده بصيبك من مصر وانت بس أقل أمم مصر هي الصين معليهاش ديون؟ هي أمريكا معليهاش ديون؟ طب النساء بينك عامل إزاي؟ قبل ما يبدأ يروج لها زي برضو السوشيال ميديا لما طلعت موضوعه أنه خلي بارك لمصر تعلن الإفلاسة عشان دولة تعلن الإفلاسة معناها أنها مش قدرة عندهاش بقى نتيجة المحلي ضايع ومش قدرة أن هي تسدد الديون اللي عليها احنا بقى إيج جدا عنده وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى دكتر ونقدر نحن نقلل من حجم الديون طيب برضو كلام في الاختصاد مازال مستمر بس مكان روح هنا بصرع؟ طيب روح هنا بصرع هنتكلم فيه عن موضوع القطاع الخاص واللي كان دكتور مصطفى مدبولي الحقيقة استعرض مشاركة القطاع الخاص الفترة السنين اللي فاتت في المشروعات اللي بتتم وكمان اللي هي كانت نسبتها حوالي 30% بل وقال دولة رئيس مجلس الوزراء أنه على مدار الثلاثة أربع سنوات القادمة بنتكلم على أنه هناك خطة لزيادة هذه النسبة من 30% إلى حوالي 65% خلال الثلاثة سنوات القادمة مش بس من خلال أنه القطاع الخاصي بيستثمر أكتر إنما كمان أنه يشارك الدولة في مجموعة من المشروعات وكمان بالإضافة لده أنه الدولة بتستهدف إتاحة أصول مملوكة لديها للشراكة مع القطاع الخاص جزء منها وفي قطاعات دكتور مصطفى مبولي قال وإحنا هنعلن ده بالتفصيل في قطاعات الدولة هتتخرج منها تماما في قطاعات الدولة هتبقى موجودة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص وهنا ممكن يبقى من ضمنها مشروعات القطاع الخاص بيودرها بس الاستثمارات هي للدولة وفي بعض المشروعات أو القطاعات اللي ممكن الدولة تكون مستمرة فيه دخش تثمارات فيها